الحيوان الذي اعتدى على طفلها في الثانية من عمرها بالعافية يعني عارفين حضراتكم ايه مسكت نفسي بالعافية بس كمان وانا عملا اقرأت تعليقات والاعدام وما الاعدام وا 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 احنا مش قضاء بس اللي احنا نطلبه سرعة المحاكمة ليه بقى لانه اذا لم تكن هناك محاكمة سريعة واذا لم يكن هناك حكما راضعا فاتصور ان هذا الحادث من الممكن ان يتكرر تان اذا لم تكن هناك محاكمة عادلة وحكما عجلة وحكما عادلة ونحن نصق تماما في القضاء يعني محدش يتطوع لك اعدام ولا مؤبد ولا محدش يتطوع بدا في قانون والقانون يطبق بس هي المهم في هذا الامر انه السرعة العدالة الناجزة هنا الحمد لله دي طفلة عندها سنتين فمن فضل الله سبحانه وتعالى لا تتأثر من فضل المولى سبحانه وتعالى والحمد لله انه الطفلة بقيت على قيد الحياة من فضل ربنا عز وجل وده ساتر ربنا سبحانه وتعالى ويمكن كان المتهم يعني اهو ربنا سبحانه وتعالى نفخ في ضميره لحظة لما شاف فيه دم عند البنت فخاف او كشف وودها الامه فستر الله سبحانه وتعالى كممكن نتركها تنزف حتى تموت له لا ستر المولى عز وجل فده امر مهم جدا انه سرعة القصاص حتى لا تتكرر مثل هذه الاحداث من حيوان تاني زي الحيوان ده لانه ما تقدرش له عليه بني ادم خالص ده حيوان والله ولا حيوان حرام انه في حيوانات جميلة في كلاب عندها وفاء وفي حتى حيوانات مفترسة والله العظيم ثلاثة الواحد ساعات بيشوف افلام بيا فيها نوع من انواع الانسانية اكتر من اللي احنا بنشوفه عند مثل هذا الشاز ما نقدرش له على غير شاز حرام نصفه بالحيوان كمان حرام ان احنا نظلم الحيوان واحنا بنشبهه به هي بس جملة مسيكت نفسي امبارح بالعافية فاعز الانفعال لان انفعالي بيبقى سيء فارجو انه يبقى فيه عدالة ناجزة سريعة لمحاكمة هذا الشاز كمان الحمد يعني الحمد لله والشكر الله على تأدير حضراتكو لينا دائما وابدا يعني لانه امبارح اردت احد الزملاء الاعزاء يعني كاتب على برنامجنا والحياة مصنفنا ان احنا من كوكب اخر من كوكب تاني يعني مش عارف الحياة يعني اقول لحضراتكو ايه او اعمل ايه او اتكلم ازاي غير ان انا بقول الحمد والشكر الله امschاكب اذائم تبقى اشتركُ او انه وانه broader